في طريقه إلى جمهورية بنين توقفت الطائرة التي تقل النائب الأول لرئيس جمهورية ملاوي بمطار حسن جاموس الدولي وكان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي وزير البنية التحتية أدم يونسيمي ممثلاً لرئيس الوزراء باييمي باتاكي ألبير وبعض من معاون رئيس الوزراء وخلال هذه الوقفة انتهز نائب الأول لرئيس جمهورية ملاوي الفرسة وتبادل مع عدم نستميع حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وبعض استراحة قصيرة غادر النائب الأول لرئيس جمهورية ملاوي متوجها إلى جمهورية بنين عقد صباح اليوم رئيس الحكومة باييمي باتاكي ألبير اجتماعاً مع أضاء المكتب الدولي للدراسات والتطقيق من الشهادات واللجنة الفنية لفرز الشهادات المزورة تقرير حسن درمود هذا الاجتماع الأول لمعالي رئيس الوزراء فاهمي فتاكي ألبير بالمكتب الدولي سجيك أفريق بهدف مراجعة الشهادات المزورة وفرزها من تاريخ 1996-2016 رئيس الوزراء فاهمي فتاكي ألبير بصفته رئيس لجنة المتابعة والفنية لمراجعة والتطقيق في الشهادات الموظفين والمتعاقدين بالوظيفة الأمة رئيس الوزراء في كلمته تحدث عن أهداف هذا الاجتماع أكد في انتظار النتيجة المرجوة في هذه العملية التصحيحية لشهادات المزورة من أجل تنظيم وضبط الرواتب على الوجه المطلوب للإدارة الجادية لمستقبلها بالوظيفة الأمة وأن لجنة المتابعة والفنية عاطت المكتب الدولي سجيك أفريق مهلث 16 لتسليم تقريره النهائي أعضاء المكتب الدولي سجيك أفريق جاءوا لتقديم مشروع الأمل لرئيس الوزراء ورئيس لجنة المتابعة واللجلة الفنية وطلب المكتب من الوزارة الوظيفة العامة لتجهيز الملفات اللازمة في تسهيل عمل الفهز للشهادات المزورة وتقديمها للحكومة في الوقت المهدد لمعرفة الوظفين الحقيقيين بالوظيفة العامة بكل شفافية ونزاها